اتحيي لكم مشاهدينا دائماً من شرفات الصباح مفتوحة على كل مساحاتنا السودانية نحتفي بالسودان أرضاً وإنساناً ونحتفي بالموروث السقافي السوداني وهذه النافذة الصباحية في حديثنا دائماً عن بلدنا حلوة بمثل ما كانت تدافع نحو أماكن العمل والإنتاج يتجلى أكثر وضوحاً على ظهر هذه المعديات التي كانت تشكل وصلاً ما بين جانبي النيل كان التلاقي يأخذ أشكالاً من الوص والتعبير حيث السمة البارزة كونها تعد الأوسع انتشاراً على نطاق الولاية الشمالية لما لها من الجزر والحياة المرتبطة بالنيل والزراعة وما أجملها من حياة تكسوها الخضرة والجمال ومع التطور في مشروعات البنى التحتية وتغير إيقاع الحياة اليومية ما تزال المعدية تمثل حنيناً يخالج وجدان من كانوا على متنها لأكثر من ثلاثة عقود من الزمان ارتبط الناس بها فبادلوها الحب والحنين والتآخي لتفاصيل شكلة المعاني الحقيقية للأسرة الواحدة الممتدة في قلوب من عبروا النيل يوماً ما وكما أن لا شيء للذكر أجمل تأثيراً من أن يحفظ الجميل والعرفان لمن قدموا عصارة الجهد والعطاء في سبيل أن تبقى قيمة التفاني والإخلاص غير أن إحساساً بأن تلحق المعديات بالسواقي من حيث أن تظل مجرد تراث للعرض والمشاهدة يمثل قمة أمل يحدو ويقود صفحة من سنين العمر تطوى لتفترق بهم السبل والمسالك والدروب بعد أن جد جديد ليتبدل الحال ويتغير بيد أن ارتباط الناس هنا بالنيل ظل على حاله لا يتأثر بما يحيط من تشكيل وتحديث وإن اختلف الناس بآرائهم حول ما إذا كان التواصل قبل وبعد التحول في أي منهما كان أعمق تتفق ذات الآراء بأن لا شيء يوازي التقاء الروعة بصدق الإنجاز وجمال الصورة والمشهد جمال من شأنه أي يظهر الطبيعة المحيطة جزراً ومدناً وقرى لتنشأ بالمقابل الجواذب السياحية وأماكن التنزه وترفيه لترسيخ الانطباعات وإبراز جماليات المناطق والسحر الموجود على البقاع والروابي وبين أن يتخذ المكان هنا علاقة بالإنسان والنيل تظل ذكريات المعديات بكل تفاصيلها محفورة في القلب والعقل والودان ودان ترجمة نانسي قنقر